موسيقى فتشتو؟ حصل يا برش لقيتو معا حاجة؟ لا يا برش فيدي الورقة يا جدا عندك؟ الورقة مش معيساتك ومال مع مين؟ ما عرفش يا فندي انت مش اتصلت بي وقلت انك عايز تقابلني عشان تديني الورقة؟ لا سعدتك انا قلت لتسعدتك عايز اقابل سعدتك علشان نتكلم مش علشان نديك الورقة بقولك ايه هاد انت انا ما عنديش قلب للمناهدة ولا اللف والدوران وصبري خلص خلاص فين الورقة اللي انا عايزه؟ ما انا قلت لتسعدتك يا باشا انا ما عرفش فين الورقة؟ حلو قوي خليك ما تعرفش كده مواقب خلاصوا عليه والمجدته في اي مصرف ولا ترعب حتموت بوتا حلوة حتموت وانت بتعرضي خضو لكن يا باشا اعرف اللي يعرف مكانه انت قلت ايه؟ بقولي سعدتك اعرف اللي يعرف مكان الورقة مين؟ طب نتكلم ونتفي الاول يا باشا هتلعبني يا هاد انت؟ يا باشا انا اللي تسعدت بسعدتك ويهتل حد عندك علشان نتكلم نتكلم نقول ايه بالظبط؟ الاول وقبل اي حاجة احب اعرف سعدتك ان كل اللي حصل في الفترة اللي فاتت دي كان بتخطيط وتكبير مني هم تنصد يعني ان انت اللي كنت المخ ورا حرد وزن؟ بزبط يا باشا ماشا يا سي مخ وجاي الغات عندي هنا دلوقتي عشان تكمل لعبتك وتلسب علي انا كمان؟ وانا استجري يا باشا انا بس جاي اقول لي سعدتك انك لما اخذ يعني اخترت الناس الغلط اللي لاي ناس بوك ولا يقدر يسدوا مع سعدتك واظن اللي حصل في الفترة اللي فاتت دي مع عنطر وعدلي وعزام اكبر دليل على ان كلامه صح انت زي تتكلم بالطريقة دي عنهم ودامي تناس ان دول كانوا رجالتي بس كانوا اغبية كل واحد فيهم فكر في مصلحته بس ما فكرش في المصلحة العامة وبعدين سعدتك يعني حقك تشكرني ان خلصتك منهم كانوا اغبية وقدروا نفسهم وكانوا حضوروا سعدتك كويس انهم غاروا دعاس بهمني انك عملت كل ده عشان خايف على مصلحته بالظبط سعدتك قد عين تقول كلام غير ده قول كلام يتعقل انا مع سعدتك ان كل واحد في الدنيا بيفكر في مصلحته بس الزكي هو اللي يربط مصلحته بمصلحة الناس الكبار اللي بيتماني يشتغل معه وبعدين سعدتك مش محتاج لكل دين حواليك انت محتاج بس الواحد زي واحد عارف ان المصلحة لما تعم هتعم على الكل وحاربي وزين بعتوهم هم كمان ما همطلعوا عقبية برضو يعني بعد ما مشوا معايا نص المشوار خافوا وكسكسوا بس انا زعدتك ما بخافش احبا لعب اي لعبة مهما كانت خطرة لين اللي يلعب مع الصغيرين عيدة طلع عمره صغير اللي يلعب مع الكبار هيكبر هم كاسبك ايه بحر صلاح درويش البحر صلاح درويش البحر بحر قويض ماشا صباحا نلعب بقى انت بتشتغل ايه محام يا باشا قصدي كنت محامي يعني قبل ما اخوش السجن سجن؟ ما هو الله يرحمه عادلي بقى كان لفق لقاضيع كده ودخلني السجن وربنا عالم انه بارئ منها وده اللي خلاك تخطط وتدبر عشان تنتقل منه مش كده؟ بالضبط يا باشا بس ده كان هدف الاول لكن مش هدف الاخير ويه هو هدفك الاخير؟ انت يا باشا وانا؟ وما انا قلت لنساعدك اللي لعب مع الكبار بيكبر وانا عايزة لعب مع ساعدك علشان اكبر يا باشا تلعب ازاي انت بطربك كده؟ معقولة يا مهاب رمازة صراحة ما كنت شوه بالي فكو يا بني فكو اعمل ساعدك سيبونا لوحدنا دلوقتي يلا توقف كده لي يا صراحة تعيش؟ 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 تعيش شرب ايه؟ لا مش عايز ساعدك انا خلاص شربت طيب الحمد لله التالي دلوقتي مقدم نتكلم وكل صراحة انت عايز ايه بالزبط؟ عاوز اخدمك يا باشا تخدمني ازاي؟ امسك لك كل اعمالك الظاهر منها والخفي وقوم بنفس الدور اللي كان بقوم بيعدلي ابقى مستشارك القانوني ومسؤولا كل اعمالك اتأكد باشا ان دا حبقى قرار صحيح عمرك ما حتندم عليه ابدا وانت بيتر عايزني اسلملك دهني واسلملك كل حاجة بالسهولة والسرعة دي دا عمل يا باشا حلمي طب وانا هحققلك حلمك دا مقابل ايه؟ مقابل ان اخدمك بعنايا ورعي مصلحتك ليه ان مصلحتي من مصلحتك؟ دا غير ان انا الوحيد اللي قادر اعرف ما كان البضعة اللي كانت عنده عنطر واختفيت والورق اللي كان في مكتب عدلي دي وظنة دي حاجات مهمة بالنسبة لسيافك بس انت قلتلي ان الورق دا مش معاك وقلت لساعدتك برضو ان اعرف مكان اللي اعرفه؟ مين؟ حرج يا باشا وعارف هو اشايله فين؟ لا الحقيقة بس سهل ان اعرفه وكمان اعرف مكان البضعة خلاص لما تعرف مكان البضعة ومكان الورق وتجيبهم للأول ويبقوا تحت يدي هنا ساعتها نقدر نقعد ونتكلم في المواضيع التانية تمام ساعدتك كلها يوم او اتنين وكل اللي انت طلبه هيبقى تحت عمر ساعدتك اتصل بها بسرعة وما تتأخرش عليها انا عمر اتأخر على ساعدتك تبعي شيء خلاص ايه يا باشا ادي نمر تلفوناتك كلها للأستاذ صراحة وانت هتبع على اتصال دائم بالانسة راشا كل يوم الصبح هتكلمها وتقولها ايه الخطوات اللي عملتها مفهوم يا باشا مفهوم يا باشا يلا انت دلوقتي عشان مهاب يوديك واطرح ما جابك ها ايه رأيوكم حلوين اوى يا زين الف ابروك يا زين انا فرحان اوى 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 المبالج فيك اذا باركة او بالك كم دول تحت عمرك يا فاندم اتفضل معايا باشا اقولك ايه اشد حلاك معايا بقى وزي ما هتجوز زين جوزنا انا كمان حبيب يا باركة لك علي جوزك احلى مزة في مصر كلها ايوه يا رب يسمع ابوك ربنا استنى ايه مين طلبتك لا تاني ما غلط برضو ما بيردش ها ها على فين يا امان بابا عاوز اتكلم معك خير يا امان مش هينفع هيدا ممكن نتكلم جوال واحدنا ماشي فضال مالهد انت اماني ملكش دعوة خليك في الوجب اللي بتاع اماني ملكش دعوة خليك في الوجب اللي بتاع اماني بابا ايه امان في ايه بابا احنا اتفقنا ان احنا نكون سرحة مع بعض وان محدش يعمل حاجة من ورد داني وانا طول عمري كنت ملتزمة بالمبدأ ده لكن للأسف انت قسرته انت بتتكلم عن ايه اماني بابا انت طلبت من حربي ان هو يبعد عني ايوه طلبت منه يبعد عني وما يقبلكيش ابدا ليه يا بابا ليه عملت كده لان حربي ده مش الانسان اللي شرفني ان بنتي تعرفه ده مسجل خطر ورد سجون بس ده ما كانتش رأيك في الاول وبعدين يا بابا ما انتعرف الظروف اللي حربي تسجن فيها يا اماني يا بنتي الناس ملهاش علاقة بالظروف الناس لها علاقة بتاريخ الانسان وبعمله انا عاوز اسألك سؤال لو حبيت تقدم اللي اسمه حربي ده لحد من زميلك هتقوللهم الاستاذ حربي خريج لمنطرة الاستاذ حربي حاصل على صحيفة ثوابق بجدارة بابا ده مش مبدأك في الحياة انت تقوله عمرك بتعلمنا ان مش عايب ان الانسان يغلط العيب انه ما يتعلمش من غلطه ولا خلاص المبدأ ده تغير ومين قالك يا اماني ان حربي ده اتعلم من اخطاوه بابا انت ما شفتش حربي كان زمان ايه ودولاتي بقى ايه انا اللي عرفه ان حربي ده كان فقير وفجأة بقى غني عنده فلوس كتير صدقين يا بنتي الفلوس مش كل حاجة في الدنيا المبادئ والقيم والاخلاق اهم بكتير من الفلوس انتقدرت قوليلي اماني جاب الفلوس ده كلها منين عادي جدا كفح واشتغل ونجح وايه الشغلانة دي بقى ان شاء الله اللي تخلي انسان غاني جدا في فترة قصيرة اسئلة كتيرة بتحيط بالاسم وحاربي ده اسئلة مريبة وكلها مش في صالحه لكن يا بابا انا مش عاوز اسمع كلام تاني في الموضوع ده وزي حاربي ما وعدني انه يبعد عنك انا عاوزك انت كمان توعديني انك لا تقبليه ولا تشوفيه ولا حتى تتصل بيه انا اسف يا بابا ما اقدرش اوعدات بحاجة مش اقدر اعملها انا اسف انا اسف امان امان امان